هي أول طائرة تسلمتها الجوية الجزائرية نزلت اليوم بمدرج مطار هوارب مدين الدولية وضمن مجموعة من 16 طائرة ينتظر أن تصل مستقبلاً بتكلفة مالية تجاوست 93 مليار دينار سيد العقد الهام جداً والتاريخي للخطوط الجوية الجزائرية من خلال اقتناء 16 طائرة جديدة بمبلغ إجمالي يقدر ب93 مليار دينار جزائري الانتلاق في إنجاز خمسة أبرج مراقبة عصرية لتغطية الفضاء الجوية والتحكم الجيد في الملاحة الجوية إضافة إلى إنجاز النظام المساعد لهبوط الطائرات بعشرين مطاراً داخلية لتدارك العجز المسجل منذ سنوات تلبية الصيانة الخاصة بالحاجيات الوطنية المدنية وكذلك العسكرية كذلك تلبية الحاجيات الدولية حتى نستطيع من خلال هذا المركز بإذن الله أننا نربح سوق أخرى سوق أوسع إن على مستوى السوق الإفريقية وزير والنقل أكد على احترام مواعيد إقلاع الطائرات وإنجاز كاميرات مراقبة للأمتع ضمن إجراءات أخرى أعطينا تعليمات بضرورة مراجعة المواقيت مواقيت الرحلات يجب مراجعة كذلك طريق الانتشار للأسطول الجزائري كلام يبدو كأنه صيحة في ود وسط سلسلة من المشاكل والفضائح لا تنتهي التسقت بالجوية الجزائرية خلال عام ترجمة نانسي قنقر